أهلا بكم زوار في الجولد.com في لايف جديد النهاردة هنتكلم عن فوز ليفربول على منشستر سيتي 3-1 في قمة الجولة الـ 12 من الدولة الإنجليزي علشان ليفربول يواصل تصدره للدولة الإنجليزي بأريحية كبيرة بيقبر الفارق مع منشستر سيتي 9 نقاط لكن إحنا لسه في شهر نوفمبر لسه بدري جدا لما نتكلم عن جدارة ليفربول أو نتكلم عن إن ليفربول حسم الدولة الإنجليزي اتعلمنا من درس السنة اللي فاتت أو مش إحنا اللي اتعلمنا ليفربول اتعلم من درس السنة اللي فاتت في الوقت ده من الموسم كانت بيتقدم بفارق النقاط على منشستر سيتي لكن في النهاية منشستر سيتي عاد وعودة ولا أحلى وفاز بالدورة الإنجليزي السنة دي إمتى ممكن نقدر نقول إن الدورة الإنجليزي تم حسمه أنا كأمير عبدالحليم في اعتقاد الشخصي إن دايما الدورة الإنجليزي بتحسن بناء على نتائج مطشاط البوكسنج دي ومع تقدم المباريات في دوري أبطال أوروبا لإن دايما قرع الدوري أبطال أوروبا بتتسبب بشكل كبير في إن الفرق الكبيرة بتعاني بعض الشيء في الدوري يعني على سبيل المثال منشستر سيتي دايما الناس بتقول إن هو مش بيقع في قرع كبيرة في دوري أبطال أوروبا لكن السنة اللي فاتت خرج من توتنام في دوري الأبطال في الكوارتر فاينال على عكس ليفربول ليفربول كمل طريقه بشكل كويس في دوري الأبطال لكن خسر نقاط في الدوري ده بيوضح لنا إن كل فريق بيبقى عنده أولويات أو بيبقى عنده حاجات أهداف محققها أو حطتها لنفسه في بداية الموسم وبيبتدي يحققها على مدار الموسم ومن هنا بيبتدي إن هو يحاسب نفسه أو يشوف هو محتاج إيه علشان يطور نفسه ليفربول سنة اللي فاتت حقق دوري أبطال أوروبا أنا اعتقاد الشخص ويمكن حتى كمان أي مشجع لليفربول عارف إن السنة دي هدف ليفربول هو التتويق بالدوري إمتى ممكن ليفربول يبتدي يبص على إن هو قرب من التتويق بالدوري أعتقد إن ده مش هيكون قبل شهر فبراير الجاي أجازة شهر فبراير فعليا اللي هتطبق السنة دي لأول مرة وهتبقى في أول شهر فبراير أعتقد وقتها شكل الجدول هيحسن بشكل كبير مين هو هيكون بطل الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم طيب خلونا نركز على ماتش النهاردة وأنا هتكلم شوية وهستنى منكم تعليقاتكم وأسئلتكم في نهاية اللايف علشان نقراها سوا ونجاوب على اللي بقت أسئلة محددة لكن خليني أدردش كده معاكم شوية وأتناقش وأقول لكم أفكاري ليه منشستر سيتي النهاردة خسر بالنتيجة دي من ليفربول نتيجة كبيرة 3-1 طبعا نتيجة كبيرة خصوصا ليفربول كان متقدم 3-0 وكان قادر إنه يسجل الرابع والخامس والسادس في المقابل برضو منشستر سيتي كان قادر إنه هو يسجل لكن علشان نعطي كل صاحب حقه حقه فأكيد ليفربول كان يستحق الفوز النهاردة ليفربول عمل مباراة كبيرة جدا هجوميا وفي خط الوسط يمكن دفاعيا ما كانتش أفضل حاجة لكن هجوميا وفي خط الوسط كان ليفربول مسيطر بشكل كبير خلونا نبتدي من خط الوسط تحديدا ليه منشستر سيتي خسر معركة خط الوسط لصالح ليفربول اعتقاد الشخصي إن مشاركة فرناندينيو في خط دفاع منشستر سيتي كانت خسارة مضعفة ليه خسارة مضعفة؟ لإن فرناندينيو ما ظهرش بالشكل الكويس في خط الدفاع وفي نفس الوقت منشستر سيتي خسر أهم أسلحته في خط الوسط طبعا فرناندينيو بيشارك من بداية الموسم ده في قلب الدفاع معه هكمل إصابات اللي بتدرب دفاع منشستر سيتي منشستر سيتي النهاردة على سبيل المثال كان عنده لابورتي وإزن شان كل اتنين نصابين وطبعا خسروهم في خط الدفاع لكن مشاركة فرناندينيو في خط الدفاع دايما جوارديولا بيلجأ للفكر ده بيحب الفكر ده أن يبقى فيه مدافع قادر إن هو يخرج بالكورة بشكل كويس جدا علشان ينفس فكره في إن هو بيبتدي الهجمة من وراء لكن فرناندينيو الحقيقة مشاركته النهاردة خسرت منشستر سيتي خط الوسط تماما لأن جوندو جان ورودري ما كانوش رودري تحديدا كمان راجع من إصابة فالتنين ما كانوش قادرين إن هما يجاروا ثلاثي خط وسط ليفربول اللي كانوا أقوى منهم بدنيا أسرع منهم حتى لو كورتهم مش أحسن من كورة منشستر سيتي جورديولا الفكري ده نفزه مع برشلون اعتمد على ياهو توري وخفير ماسكرانو والتنين مفترض إن هما لعيبة وسط لكن اعتمد عليهم في قلب الدفاع اعتمد على خافي مورتنيز مع بايرني ميونيخ لكن النهاردة اعتقاد الشخصي إن نوكلس أوتوماندي اللي كان بديل النهاردة على دكة البودلاء حتى لو هو أقل مدافع في منشستر سيتي لكن اعتقاد الشخصي إن هو كان يشارك النهاردة أساسي علشان يفوز بفرناندينيو في خط الوسط طبعا كلنا شفنا أخطاء كلاويديو برافو بس إنتا ما تقدرش تلوم عليها جورديولا لأنه في النهاية إدرسون طبعا مصاب وإدرسون يعني فيه فارق في المستوى كبير جدا ما بينه وما بين برافو طيب خلونا ننتقل لحاجة تانية مهمة جدا برضو في خط وسط منشستر سيتي هل برناردو سيلفا ووجوده على الجناح أفاد منشستر سيتي أكتر من رياض محرز اعتقادي الشخصي لا برناردو سيلفا علشان تاخد أحسن مالة دي من المفترض أنه هيبقى في نص الملعب اللي اتفرج على المطش كويس في الديئة 63 كان فيه لقطة مهمة لوفرين رجع بكورة لأليسون أريسون بكل أريحية لعبها ليفا فابانيو كيفين دي براين لعب منشستر سيتي صنع ألعاب منشستر سيتي المتقلق كان واقف مستنين فيه حد وراه هيضغط على فابانيو الراجل بص ورا ما لقاش حد طبعا دي براين استغرى بالموقف وشوح منطقي جدا بس هو بيشوح لمين تحديدا يعني مين من رودري أو جندوجان من المفترض أنه هو يكون في الحتة دي من الملعب أعتقد أن الحتة دي من الملعب بتاعت برناردو سيلفا برناردو سيلفا هو اللي سجل هدف منشستر سيتي لكن أعتقد أن وجود رياض محرز النهاردة أساسي في غياب ديفيد سيلفا كان حيبقى أفيد لمانشستر سيتي هجوميا ده اعتقادي شخصي لأن برناردو سيلفا الحقيقة وهو بالنسبة لأفضل لعب في البرتغال السنة اللي فاتت وأفضل لعب في منشستر سيتي السنة اللي فاتت لكن الحقيقة أن وجوده على الوينج بيقلل كتير جدا من خطورته يعني شفنا روبرتسون إزاي كان حاسس بقى ريحية وراح عمل أسست لمحمد صلاح في الجولي التاني لأن فعليا ما فيش ضغط من جناح قوي في منشستر سيتي يخلي روبرتسون يتراجع للدفاع طيب الميزة دي أو النقطة دي تحديدا تميز بيها ليفربول عن منشستر سيتي إزاي؟ إن ليفربول النهاردة لما كان بيدافع كان بيدافع بعشر لعيبة مش بتسعة زي زمان يعني كلنا عارفين وكلنا اللي بيتابع طبعا ماتشات ليفربول واللي بيتفرج على ماتشات ليفربول وأغلبنا بيعمل ده عارف إن ليفربول مع يورجن كلوب بينتهج سياسة الهجوم للكل والدفاع للكل بس دايما بيفضل لاعب واحد في خط وسط فريق الخصمي بيبقى غالبا محمد صلاح بفضل سرعته علشان يستقبل أي كرة مرتدة من دفاع ليفربول النهاردة ده ما حصلش النهاردة محمد صلاح كان بيرجع يدافع في هجمات منشستر سيتي المرتدة فكنت بتلاقي عشر مدافعين من ليفربول بيدفع قدام منشستر سيتي لما منشستر سيتي بيبقى معا القورة ده بيوضح لك الفرق ما بين الفريقين إن منشستر سيتي ملاقاش الكثافة في خط الوسط اللي تقدر إن هي تمنع فابينيو إن هو يسجل الجول الأول يعني فابينيو خادس ساكند بول وتقدم بها براحته وفتح لنفسه زاوية تسديد وشاط بكل راحة من غير أي ضغط في المقابل منشستر سيتي فعليا ما كانش بيلاقي الراحة ديه في خط وسط ليفربول لأن سرعة ارتداد ليفربول للدفاع كانت كبيرة جدا في لقطة شفناها في الشوت الأول في خلال عشرين ثانية هجمة لليفربول ارتدت هجمة مرتدة عليهم في العشرين ثانية دول كان عشر لاعبين من ليفربول في خط وسطهم علشان يمنعوا منشستر سيتي من تشكيل أي خطورة طيب النقطة اللي بعدها واللي ميزت ليفربول كانت ايه؟ كانت أفضل ظاهرين في العالم أنا بشوف إن أرنولد وروبرتسون هما أفضل ظاهرين في العالم دلوقتي والحقيقة إن لو فيه لا مركزية في هجوم ليفربول وكلنا بنشوفها وكلنا عارفينها إن تلاقي ماني مكان صلاح وتلاقي فيرمين ومكان ماني فبرضو انت بتبص تلاقي إن أرنولد في مكان روبرتسون وروبرتسون في مكان أرنولد وكل واحد فيهم بيقدر يلعب الدور ده بشكل كويس جدا وبدون أي تأثير يمكن جمهور ليفربول عنده معزة خاصة شوية لأرنولد علشان ضرب طبعا الركلة الروكنية في برشلونة وأوريجي لكن روبرتسون النهاردة بيوصل للأسست الرابع ليه في الدوري بكرة عظيمة جدا لمحمد صلاح بالمسطرة عشان محمد صلاح يسجل جول نادر برأسه فالحيان روبرتسون للسنة اللي فاتت عمل 11 أسست أعتقد أن السنة دي بعد ما عمل أربع أهداف في أول 12 جولة قادر جدا يكسر رقم 11 ده طيب النقطة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة ليه على الماتش النهاردة هي تتعلق بهجوم منشستر سيتي منشستر سيتي النهاردة اعتمد على السيرخي وأجويرو والحيان أن أجويرو سيء جدا أو سيجله سيء جدا ضد ليفربول والسوق ده ظهر في الدقيقة أو في الدقايق الأولى الكورة اللي ارتد منها الهدف الأول اللي سجله فابينيو ليفربول واللي كان منشستر سيتي بيطالب باحتسابها ضرب الجزاء أجويرو كان معاه الكورة في منطقة جزاء ليفربول وهو بيقول أن الكورة استضمت بإيد أرنولد لكن فعليا الكورة وقعت قدام أجويرو وكان جنبه رحيم سترلينج بيصرخ بيطلب الكورة أجويرو كان بيصرخ يطلب ضرب الجزاء مع أن فعليا فعليا هو بس لو كان مد رجله شوية الكورة كانت راحية للرحيم سترلينج وكان جول جول ما فيهاش نقاش لكن أجويرو كان مركز على أن هو ياخد ضرب الجزاء حتى كلنا شوفنا إزاي رحيم كان جنبه بيصرخ علشان يبصيله الكورة اللي كانت متأشرة وسهلة جدا وارتدت بجول ليفربول بعيدا بقى عن صحة ضربة الجزاء أو عدم صحتها أنت تحس أن أجويرو عنده مشكلة نفسية في اللعبة في أنفلد يعني 11 زيارة لسيرغيو أجويرو لملعب ليفربول ما سجلش فيهم ولا جول وبعيدا عن اللقطة دي أجويرو جات لكور كتيرة سهلة كان يأما بيلعبها بأنانية يأما ما بيعرفش يتصرف بيها أحسن تصرف عشان يكوني التغيير الوحيد لمنشستر سيتي النهاردة جورديولا في النهاية خرج أجويرو وأشرق خصص لكن أعتقد أن مشاركة أجويرو في المباراة المقبلة ضد تشيلزي طبعا مع جورديولا محل شك ممكن يبقى فيه شوية غضب من جورديولا على أجويرو لو استمر بنفس الأداء ده فخدوا بالكوا بقى اللي بتلعبوا فانتازي لأنه دايما أنتوا بيبقوا محترين تشاركوا خصص ولا تشركوا أجويرو أنا حتدي بقى أتلقى تعليقاتكم وأتلقى أسئلتكم وأقراها معاكم طبعا لو ليك أي تعليق على المطشة حقرا معاك ولو ليك أي سؤال نجاوبه مع بعض فأبتدي دلوقتي أقرأ كومنتاتكم مدسر عبدو بيقول علي أطلاق أنت تحفى شكرا يا مدسر يشرفني أحمد إبراهيم ما شاء الله يا أمير الله ينور شكرا يا بحميد تسلم محمد محمد بيقول الحمد لله ربنا كرم محمد صلاح لليفربول طيب أنت بقى محمد يعني بتشجع ليفربول ولا بتشجع محمد صلاح باسل صقر بيسأل ليه محرز ملعبش طيب بص يا باسل يعني دي من ضمن الحاجات اللي أنا برضو مستغربها يعني محرز الحقيقة في كل المطشات اللي اعتمد عليها جوارديولا يعني اعتمد جوارديولا على محرز كان فعلا بيقدم أداء كويس جدا أنا بالنسبة لي كنت شايف أن محرز النهاردة كان هيبقى أخطر من برناردو سيلفا لو كان لعب في الجانب اليمين وأعتقد أن حتى كمان خطورة روبرتسون وصناعته الهدف التاني كانت هتختلف لو كان محرز بيلعب لأن أكيد مواجهة وينج تقيل ومهاري زي محرز هتكون متعبة وحتمنعك أن انت تتقدم كتير وبرضو كانت هتجبر ساديو مانيه على أن هو يرجع علشان يقدم الواجب الدفاعي مع روبرتسون أنا اعتقاد الشخصي أن ده كان مطش محرز وأن منشستر سيتي افتقد النهاردة يعني لو كان في خطورة من ناحية رحيم السورلينج أعتقد أن لو كان محرز شارك في الناحية اليمين كان يبقى في خطورة من الناحيتين مش من ناحية سورلينج بس محمد علاء بيسأل تتوقع عودة منشستر سيتي أنا أصلاً مش شايف محمد أن منشستر سيتي بعد يعني أنا شايف أن منشستر سيتي لسه في الصورة يعني السنة اللي فاتت كل الناس برضو قالت نفس الكلام أن منشستر سيتي بعد بس هو كان عنده رأي تاني وما بعدش الموضوع دلوقتي في إيد ليفربول أكتر ما هو في إيد منشستر سيتي من دلوقتي أنت لازم تحسب أن منشستر سيتي هيكسب كل المنشات الجاية زي ما حصل السنة اللي فاتت ليفربول عليه أنه هو ما يخسرش نفس عدد النقاط اللي خسرها السنة اللي فاتت وساعتها هيكسب الدوري من غير بقى ما يبص العودة منشستر سيتي أو إذا كان منشستر سيتي مش هيرجع أحمد صبري بيقول ألف مبروك نتمنى من صلاح يكون بنفس المساوى مع المنتخب الحقيقي أحمد النهاردة محمد صلاح الشوت الأول يمكن أفضل شوت لعبه مع ليفربول من الموسم اللي فات يعني خلينا ما نبعدش بخيالنا قوي ما نقولش من الموسم الأول ليه مع ليفربول لكن من الموسم اللي فات ده أفضل شوت لعبه محمد صلاح مع ليفربول خالد سرحان بيسأل على أي أساس بيطم تقييم أداء اللعبين أكيد بتختلف بالمركز يا خالد يعني المدافع بيطم تقييمه بعدد الكرة اللي قطعها بالهجمات اللي أفسادها للمنافس بأن الشباك فريقه ما طلقتش أهداف خط الوسط بيبقى فيه دور الارتكاز بيطم تقييمه بنفس الشكل مع المدافعين لكن دور صناع اللعب بيبص على كام فرصة صنعوها وكام هدف صنعوه والمهاجمين طبعا احنا عارفين تقييمهم بيبقى بالأهداف وبالأسيستانت هشام الغندور بيقول بصراحة أكلوب عارف يقرى المطش كويس ويقرى دماغ جورديولا محمد إبراهيم حسن فرمينو ولا أجويره الموسم ده فرمينو مكانش كويس النهاردة لكن بشكل مجمل فرمينو من وجهة نظرك مين أحسن لها في المباراة ده سؤال من أحمد رضا الصعيدي فابينيو عبدالرحمن الفيل هو أخبار إصابة صلاح هي أعتقد عبدالرحمن إن شاء الله بسيطة ما فيش إصابة ولا حاجة لإن محمد صلاح كامل المطش بشكل عادي آيام محمد بيسأل هل كان التحكيم مؤثر في نتيجة المباراة؟ جورديولا نفسه رفض يتكلم عن التحكيم وقال إن مش هو اللي يتكلم عن التحكيم يعني أعتقد إن الراجل المدرب نفسه رفض يحمل التحكيم مسؤولية المباراة فمش إحنا اللي هنقول إن التحكيم أثر عن تيجة المباراة أحمد رجب تفتكر الدوري حسن ولا السيتي ممكن يرجع زي ما قلت يا أحمد إن الموضوع متوقف على ليفربول مش على منشصر سيتي محمد السيد ليفربول كان مع التوفيق ومركز على الأهداف فكري بيقول لي جورديولا عمل تغيير واحد بس يعني هو شاف إن الفرقة في الشوت الثاني كانت أفضل وكانت المشكلة في أجويره أجويره كانت بتروح له فرص كتيرة وما كانش بقدر يترجمها الأهداف فبالتالي سحب أجويره ونزل خصص أنا رأيي إن كان محرز يشارك يعني ما هي في النهاية قراء لكن يعني هو أجويره أكيد أو جورديولا آسف أكيد شاف إن الفرقة كانت بتقدم أداء كويس مش محتاجة تغييرات كتيرة أحمد عبد السلام بيقول إيه الفرق من هندرسون في الملعب وملنر بص أنا رأيي الشخص إن ملنر يعني متعقل أكثر في الملعب يعني ملنر خبراته كبيرة طبعا لعب مع منشصر سيتي وليفربول وبيمتلك سجل دول كبير مع منتخب إنجلترا فهو خبراته فعاليا كبيرة وده أكبر دليل إن هندرسون وملنر هم اللي معهم شرط القيادة يعني هم اللي اتنين اللي بيتبادلوا الدور ده فممكن إنت تحس في الملعب إن أدوارهم واحدة ما بيقدموش كتير فتغييرة هندرسون بملنر مش يعني مجرد بس إنت بتنازل لعب فرش بكامل لأكتو علشان يقدر يعمل الدور اللي كنت طلبه من هندرسون بس أنا بحس إن ملنر كمان متعقل أكتر من هندرسون هندرسون يعني بتطلع منه غلطات كبه بتضيع المطشاط الحقيقة أحمد إبراهيم بيقول رزو أنفير يا أمير بجد ستيفن سامير ليه صلاح خرج أنا بالنسبة لي صلاح كان لسه متأثر شوا بالإصابة وكمان كانت طاقته خلصت لأنه هو أقدم النهار دا دور دفاعي كبير جدا فكان محتاج كلوب إنه هو يخرج صلاح لأنه فعلا صلاح كان تعبان جدا في الشهود التانية نادر النجار والله أنت لخصت الكلام شكرا يا نادر إبراهيم صابر متضايق من الناس اللي بيعلقوا شماعة الخسارة على التحكيم ليه كلوب منزلتش أوريجي كان يمسي الكورة ويلعب أفضل من فورمينو وليد أنت بتسأل على أوريجي عشان كنت عايزه يجيب الرابع وتكمل القفة أنت مش عايز أوريجي ينزل يمسي الكورة أنا أوريج علي علي أكاد أن هالمستوى صلاح أقل هذا الموسم لا يا علي ما أعتقدش يعني أعتقد أن صلاح بنفس مستوى الموسم اللي فات لكن مش أقل من الموسم اللي فات مشكلة صلاح في رأيي أن الناس بتكرنوا بالموسم الأول مع ليفربول والموسم الأول مع ليفربول ده كان موسم استثنائي دايما دايما اللعيبة لما بتيجي تبدأ الموسم أي يعني تبدأ مشوارها مع فريق الموسم الأول ده بيبقى أقل حاجة وبيبتدي يتصاعد يتصاعد لكن مشكلة صلاح أنه ابتدى الموسم مع ليفربول بأداء خرافي وأرقام خرافية فالناس توقعت التصاعد بس التصاعد ده كان غير منطقي لأن الأرقام دي كانت استثنائية فبحس كتير قوي أن ساعات التقييم بيكون ظالم لكن صلاح أعتقد دلوقتي أنه بقى أكثر نوتجن في الملعب بيعرف يقف على كورته كويس بيعرف يحرك الفرقة بشكل كويس وكلنا شفنا محمد صلاح لما بيغيب عن ليفربول زي ما حصل في مباراة منشيست رونيتد شكل الفريق بيبقى قليل إزاي أكيد مش هو الواحده فيه لعيبة زي ماني لما بتغيب برضو شكل الفريق بيقل لكن دور صراحة الوقت بقى مهم جدا وقيمة كبيرة سواء لليفربول أو للدورة الإنجليزية علي عامر بيقول فرمينو كان سائق جدا ليه سابه وما خرجوش لأن فرمينو بيبقى قادر أنه هو يحسم في أي وقت يعني فرمينو على قد ما هو تلاقيه وحش ممكن في كورة يسجل منه وعلى قد ما بتلاقيه كويس ساعات كتيرة فيه لقطات ليه ما بتبقاش أحسن حاجة بزي اللي حصل في الشوت الأول كذا كورة صلاح لعبها له بس كان بيتأخر جدا في أنه يرجع له الكورة أحمد إبراهيم رأيه أن لازم ليفربول يدعم صفوفه بصفقتين كمان فيها سئلة كتيرة قوي عن أن محمد صلاح هيروح ريال مدريد أنا مش عارف بصراحة يا جماعة التقارير دي جاي منين دلوقتي بس خلونا أقول لكم بما أن أنا راجل بشجع ريال مدريد ريال مدريد ما بيعملش صفقات كبيرة في يناير يعني الكلام ده ممكن نتكلم فيه في نهاية الموسم لكن مفيش صفقات كبيرة بتحصل في يناير في أوروبا اللعيب الكبير عايز يكمل مشواره في دور الأبطال مع فرقته ومحمد صلاح بطل دور الأبطال السنة اللي فاتت فأكيد عايز يكمل دور الأبطال مع ليفربول في نفس الوقت لو محمد صلاح راح ريال مدريد ريال مدريد مش عارف يستفيد منه في دور الأبطال وريال مدريد عايز يكسب دور الأبطال صفقات يناير بتبقى لتدعيم الصفوف لكن من الصفقات صف أول صفقات الصف الأول غالبا بتبقى في الصيف وبعدوا شوية فكرة كوتينيو وبرشرونة دي علشان يكنت صفقة غريبة في كل حاجة بكر محمود أنت بتقول إن محرز أحسن من سيلفا مش بقول إن محرز أحسن من سيلفا بس يعني سيلفا لعب خط وسط محرز جناح فمشاركة واحد منهم في الجناح أكيد هتبقى محرز قال صلاح مزاق مدال متأثر بالإصابة هيسن مصطفى أعتقد يا هيسن بشكل كبير بصراحة كلوب عارف يرى الماتش كويس أو يرى دماج وارديول أقفل على كل مفاتيح لعبه دهشام الغندور مصطفى إبراهيم النمر السيدي حياه وتوج بالدوري عبدو كورسكو بيسأل مين هينافس ليفربول على الدوري السنة دي منشستر سيتي حتى لو منشستر سيتي دلوقتي الرابع بين نفسه ليستر سيتي وتشلسي بس منشستر سيتي مختلف قوي أحمد إبراهيم بيقول ليفربول جعل أنفلد جحيم للخصوم وأصبح أكثر اهتماماتهما الخروض أقل للأضرار فهذه الميزة تفتقدها 95% من الاندامة فيها ريال مدريد ريال مدريد على سنتاجو برنابيه ووحش قوي قوي فعلا أخاف من المتشات سنتاجو برنابيه أكثر ما بخاف من المتشات القوي بصراحة آيام محمد هل ثنائية فرناندو أوتاميندي كانت حتبقى أفضل؟ أعتقد أن فرناندينيو في خط الوسطو ثنائية أوتاميندي وستونز كانت حتبقى أفضل باسل سقر بيسأل ترشح مين صنع ألعاب يشتري ليفربول في يناير سؤال حلو بس يعني أعتقد أعتقد أن عودة تشامبلين بشكل كويس هتغني ليفربول عن أنه يجيب صنع ألعاب في يناير الله أعلم أعتقد أن ليفربول ممكن ما يعملش صفاقات في يناير ياسر عرفات ليه كلوب مش بيبدأ بتشامبلين يا راجل يا راجل أنت شفت النهاردة الثلاثة اللي في خط الوسط عملوا إيه طب يعني تشامبلين يبدأ على حساب مين يعني هندرسون وفابانيو وفنالدوم عملوا موضش كبير جدا ده ما جانش فيه خط وسطه في منشسر سيتي محمد شاحتة بيقولت في كرة يحصل زي الموسم اللي فات إن شاء الله لأ عمد الرحمن منتصر بصراح حرام جورديولا ما ياخدش حاجة السيزون ده مين ألقى فيه كس رابطة بقى وفيه كاس ابتحاد وفيه دوري أبطال اتقل أنا ما أخدش الدوري يعني ما بيأخذه في الآخر يحيا الجندي مين أحسن صلاح ولا مين يعني الاتنين مهمين لليفربول لو أنت بتتكلم عن أكثر فاعلية السنة ده أختار سيد يوماني محمد رمضان انت رائع جدا شكرا يا محمد علي أحمد من وجهة نظرك هل هتبقى المنافسة زي النسخة الماضية وللليفر يحسمة أتمنى أتمنى يعني الليفربول يحسمة بعيدا عن أن أنت كنت مشجع الليفربول ولا لا بس أنا بصراحة يعني لما بكون مش ميال لفريق بحب التغيير يعني فعلا منشط السرسيتي بقى كده وعشان نبدأنا صلاح طبعا محمد جمال لو أجويره كان خارج بدري كممكن يؤثر عن نتيجة أعتقد يا محمد أشرف أمين عايزين تحليل أداة تريزيجية أو عيدك في قرب وقت إن شاء الله بس ربنا بس يكرمهم ويفوزوا بجل التريزيجية عشان أو بالهم مطشين بيسجل بس بيخسر محمد سعيد عبداللطيف راح بخياله جدا وقال الدوري حيروح لليستر سيتي هو حاسس كده مش عبدالرحمن بحيري بيقول حرام السيتي يخسر بيسو البوب هل تتوقع أن محمد صلاح هيفوز بهداف الدوري ولا لا بصراحة ما أعتقدش السنة دي بس أتمنى عبدو بيسأل تاني من سينافس لليفربول بعد أول سنة دي منشستر سيتي عبدو هشام فابنيو وفينالدوم قدموا ماتش من أرواع ماتشاتهم اتفق معاك ايه السبب مشاكل لليفربول الدفاعية الموسم ده فعلا فيه مشاكل دفاعية أحمد حتى أليسون حارس لليفربول قال أن هو متضايق من الأهداف السازجة اللي بتدخل شباك الفريق هو فعلا فعلا لليفربول بيعاني شوية دفاعيا خصوصا يعني يعني جويل ماتب يرجع بعد كده يتصاب بعد كده لوفرين يدخل فلوفرين يتصاب بعد كده جو جوميز يرجع فجو جوميز يتصاب فالثابت هو فندايك وأعتقد أنه كويس أن الثابت هو فندايك لأن لو فندايك يتصاب ستظهر بقى مشاكل أكبر بكتير من المشاكل الموجودة دلوقتي وحنرجع بقى الأيام زمان وطبعا احنا فاكرين إلي كان بيحصل في دفاع لليفربول زمان هاي سام غرور جوارديولا وعدم الواقعية سبب خسارته ممكن لأنه النهاردة هاجم بشكل كبير بس في النهاية الراجل ده جوارديولا عبد الرحمن بحير إزاي دفاع منشستر سيتي مش حالو لأن منشستر سيتي النهاردة كان بيخسر أهم مدافع عنده الإصابة ولا بورتي علي علي مساءك فلي عسل متمكن والله مساءك فلي علي أحمد سلامة محمد صلاح كان فايق وعامل الفارق النهاردة أتفق أحمد يوسف المجمل تفتكر مين أفضل السيتي ولا ليفربول ليفربول زياد شهين إيه رأيك في لستر سيتي السنة دي ممكن نفسه ولا لا بص يعني أنا مبسوط لبرندن روجرز لأنه أنا بحس نوات ظلم هو مدارب كويس جدا جدا وهو نافس مع ليفربول على الدوري بعد كده الأمور ما تحسنتش في الموسم الثاني وكان بيخسر طبعا لحد ما مشوف في النص الثاني من الموسم بس أنا بحس يعني كان ممكن يكمل في انجلترا يعني ما يروحش سكوتلندا يعني كان ممكن يمسك فريق في انجلترا أنا مبسوط أنه مسك لستر سيتي ولستر سيتي يعني فريق بمشروع مش مجرد فريق عايز يقعد في الدوري وبس أنا مبسوط من نتاجي اللي بيحققها ما أعتقدش أنه هيكسب الدوري بس أتمنى أنه يرجع دوري لأبطال السنة الجاي مين أحسن فريق في العالم في وجهة نظرك حاليا لسه بادري قوي يعني لسه بادري جدا على السؤال ده هل انتهى وقت جوارديولا مع سيتي مصطفى إبراهيم النم أعتقد أن جوارديولا حيبق عايز يجرب تحدي جديد لكن مش لأن منشصر سيتي وحش أو لأن جوارديولا جاب آخره مع منشصر سيتي بس من السنة اللي فاتت إحنا بنتكلم على أن يعني جوارديولا ممكن يجرب تحدي جديد والكلام كان عن يوفينتوس فمين عارف طيب بصوحنا حنقرأ بقى خلاص آخر السؤال فنشوف كده من سعيد الحظ اللي هيطلع السؤال وآخر سؤال إيه رأيك ممكن شلسي يعملها ومحدش ياخد باله منه السؤال من جاد أحمد ماشي جاد أنت آخر سؤال بص منشصر سيتي الحقيقة أنا بشوف أنه هو غير محظوظ ومحظوظ في نفس الوقت إزاي غير محظوظ بأن طبعا اتعامل عليه البان بتاع الترانسفيرز أنه هو ما يعملش صفقات جديدة في موسم الانتقالات الصيفية الماضية بس في كلام دلوقت أنه ممكن يتشال في يناير الجاي طيب هو أصلا البان ده الإقاف ده على إيه مفروض على الموسم الانتقالات الصيفية وموسم الانتقالات الشتوية ده خلاهم ياخدوا مغامرة شوية المغامرة دي أن هم يروحوا لفرانك لامبرد المدير الفني وإسطورة الفريق كلاعب وفرانك لامبرد كان عامل نتايا كويسة في دور الدرجة التانية وكان قريب حتى كمان بالصعود في ديربي كاونتي للدوري الإنجليزي فهنا دي نقطة هو كان محظوظ فيها أنه هو اتشف قدرات فرانك لامبرد كمدرب للفريق وأنا أعتقد أن تشيلسي ما كانش هيروح للمبرد إلا لو حصل الإقاف بتاع التعاقدات لأن أي مدرب كان يحاول تشيلسي يتعاقد معاه كان هيجي بمشروع وعاي الصفقات فما كانش هيبقى تشيلسي الحاجة المغرية لأي مدرب أنه هو يجي في الظروف الصعبة اللي كان بيمر بيها تشيلسي طيب إيه النقطة التانية اللي كانت تشيلسي محظوظ فيها إن لما جي فرانك لامبرد وطبعا ظهرت بقى رغبات ديفيد لويز في إن هو يمشي ورغبة هازارد في إن هو يمشي اللعيبة دي لما كانت بتمشي كان فعليا ما فيش حد يقدر يعوضها لأن الفريق ممنوع من الصفقات فابتدى لامبرد إن هو يدي الفرصة للشباب صغيرين شفنا بقى مسع سبيل المثال تامي براهام وشفنا ماونت فالأسماء دي ما كناش حنشوفها لو كان تشيلسي بيدوم صفقات لإن أكيد كان هيروح يعوض هازارد بإسم كبير أكيد كان هيروح يعوض ديفيد لويز بمدافع كبير طبيعي منطقي جدا لإن تشيلسي من أنديت للأنديات كبيرة في إنجلتر فتشيلسي كان محظوظ إن هو إدى الفرصة لامبرد وإدى الفرصة اللاعبين الشباب في عمل الطفرة والنتائج الكويسة دي رغم إنه هو بدأ الموسم بالخسارة من منشاست رونيت داربعة سفر وخسارة السوبر الأوروب الليفربول فكان ممكن وقتها تشيلسي يستسلم ويرمي بقى المنديل وقال لك خلاص من الواضح كده إن الجمهور هيقفش وإن تجربتنا هتفشل لكن التجربة كملت وتشيلسي دلوقتي يعني بينافس على صدارة الدولة الإنجليزي وفي المركز التالت وفاري الأهداف بس عن المركز التاني فهي كانت مفاجأة حلوة بصراحة أتمنى أكون جاوبتك على السؤال بتاع تشيلسي بس يعني النقطة التانية من السؤال ممكن يعملها لا ما أعتقدش يعني أعتقد إنه هتبقى بداية كويسة المشروع زي مشروع يورجن كلوب مع ليفربول وممكن تشيلسي سنة الجاية أو سنة اللي بعدها نلاقيه بينافس على الدوري شكرا جدا لكم واستمتعت قوي بأن أنا أجاوب على إسئلتكم وراء تعليقاتكم ومبروك اللي بيشجعوا ليفربول وللمصريين اللي بيشجعوا محمد صلاح أكيد النهار دا يعني يوم ولا أحلى وأشوفكم إن شاء الله في لايف جديد